والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكل الزملاء وشكرا ان هدعمكم للقناة اليوم سنتحدث سويا عن تطبيق هام جدا وشيق من تطبيقات لسشارها من بعض التطبيق اسمه تصنيف الاراضي او تصنيف استخدام الاراضي او الهداء الارضي علشان كده تجد غالبيته الطلبة سواء كانت طلبة في البكاريوس او طلبة في الدراسات العالية بالدكتوراه على المجلسير غالبيت الطلبة بتميل العمل على هذا التطبيق لانه بيوريك قد ايه التغييرات اللي تحدثت في مكانه ما خلال عشر يشارين سنة تلاتين سنة خلال ساعة محدود انت بتوقع ساعتين تلاتة بتطلع كمية انفورميشن عالية جدا من المرات الفضائية عن التغييرات اللي حدثت في منطقة الماس هو في مصر في السعودية في اي منطقة في العالم ممكن تشغل على اي منطقة في العالم طلبة المريات الفضائية معك وشغلها في امريكا شغل في اي مكان ممكن تشغل عليها بكل سهولة المريات الفضائية دين يمكن تحملها مجانا من خلال بعض المواقع مثل وهي كتيرة في امكان كتيرة غيرها لو عحبت ترجع ليها في بعض الحلقات موجودة نعملها في القناة ارجع ليها اذا حبيت ظاهريا يبدو العمل على بعض الطلب بتفكر موضوع ده موضوع سهل جدا لكن في الوقع من خلال تجربتي وعمل عادة دراسات فعادة اماكن هذا التطبيق صعب جدا من التطبيقات الصعبة جدا وعاوز تركيز عالي وعايز اه تختار الالجوريزم المناسب وعاوز تختار الداتا المناسبة وعاوز تعمل كمية الترينينج داتا بتعملها لازم تكون دقائق جدا وخاصة انه بتعمل تصنيف منطقة متدخلة متدخلة يعني ايه منطقة مزدحمة عامنطقة عشوائية المباني فيها صغيرة والطرق فيها ضيئة فصعب على السنسور ان هو يجيب تفاصيل الدقائق الا ازي كان سنسور غالي وانت هيجيب مريات غالية او في هذه الحالة انت السادتك بتبتدي تصرف فلوس كتيرة جدا لشان تعمل البروجيكت بتاعه انما في حالات كتيرة بيكونوا اطلوها المسجلس سيراد دكتورو معهمش او بادجت كتيرة فبيتطر يخش على المنطقة بتبقى مزدحمة ديان فيها كلاسترنج عالي جدا والفيلا الصغيرة والبوتشابهة كتيرة والدمنطقة ديانة بتكون صعب البكسلز والمظاهر وبتتدخل فيها وبتبقى متشابهة فبيحصل لغبطة في ده بيبقى عمليه صعب جدا عشان بتاكمن هنا الصعوبة في ده وبخاصة انت شغل على المنطقة وسعة زي مسانية او مسلا هتشغل على دبي كلها هتشغل على الامارات كلها بتلازم بسانة في المودرد ريزوليوشن في المودرد ريزوليوشن لازم يكون تكير وانت تشتغل على الداتا ديانة تعالوا نخد فكرة عن عملية التصنيف للمريات الفضائية وتتكون من لحالة اليوم يعني التصنيف وايه هي المفاهيم بتاع تعمل التصنيف ايه هي البصمة الطيفية لكل على الارض مهم جدا لو فهمت البصمة بتاعت او البصمة الطيفية العربية اي مين هو اللي هو على الارض مين هو بناية اه روف بتاع منطقة الصناعية بتاع الشد بتاع منطقة غابات منطقة اشجار منطقة زراعات وضيبها الفرق بينها وعملية اه بين هزيه الفيتشورز لو انت عرفت تعمل لها اه تمييز في المرقية الفضائية بتبقى عملية بتاعتك السهلة لان انت بتعمل تريننج بدقيق بتعرف بتعرف او بتعلم الالجوريزم ان هو يتعلم على الفيتشورز بسهولة ويطلعك الاكيروسي اي سيسمي بتاعت اللانديوز لانديكوفر ما بتكون لكسيش تاعتها عالية خطوات التصنيف هنتكلم عليها بعد كده وهي بتاعتكم من تجميع المرئيات المناسبة انت حشغل على المنطقة معينة ايه المرئيات المناسبة انت حجم معها اه بعد كده بتبقى عملية ما قبل التحليل الريموت سيسنج داتا بتعمل ايه اختيار الالجوريزم من هو الالجوريزم المناسب للمنطقة مش اي حاجة انت اشتغل وخلا لا لا انت بخبرتك بكتر العمل بتاتشف ان فيه الالجوريزم مناسب انت على طول خلاص من خلال الخبرة بتاعتك بتقرر المنطقة دي هتشغل عليها يبقى الالجوريزم مناسب كزا والترينج داتا كزا والداتا معروفة على طول بروح عليها مدى عشو وقت باختصر الوقت لان الخبرة بتبقى عارف مين الديتا المناسب للمنطقة تشتغل عليها اهلا بكم في ديجتال ايرس لو انتم اول مرة تشوفنا برجاء الاشتراك في القناة اضغط زر الاعجاب والمشاركة. وليس لكم كل جديد وتشجعونا ان احنا نعمل مزيد من التطبيقات بتاعة والمواضيع اشترككم. في البداية لازم نعرف يعني ايه يعني تصنيف استخدامات الاراضي او استخدامات الغطاء الارضي وكيف تجري هذه العملية. انا هنا مش في خضام ان افتح موضوع ان انا افتح لك برنامج وعلمك ازاي تفتح الارك جي اي اس او او ازاي تعمل عمل تصنيف وتعمل بيكسل وخط اعلمك خط وخط الحاجات دي مو ده كتير جدا وتقدر انت ترجع عليها. لكن انا هنا دوري ان انا نقل لك خبراتي في هذه التطبيقات والمعلمات اللي انا والاخطاء اللي انا قاعدت فيها والاخطاء اللي انا تفادتها. والكومانتس دي كتير اللي بتجي لانتجت انا بكتب وبانشور فبتجي لكومانتس كتير جدا من روفيور على مصال العالم. فكل دين حاجات بتزود من خبراتي وبنتالي انا دوري هنا ان انا نقلها لك. وانا مش دوري ان انا علمك استيب با استيب با استيب با استيب الطريقة الجديدة الطريقة دقيقة الطريقة اللعيب المزايا كل ده لازم تعرفوا عشان تتفادى كل العيوب الكل طريقة اللي احنا هنقدمها بعد كده في هذا التصنيف او في هذا تطبيقات اللي هي بتكون تطبيقات آآآ صعبة جدا في اماكن مثلا زي المنطقة الصحرية بتاع الصحاري بتاعت مثلا الامارات او بتاعت دبي او بتاعت مثلا السعودية قطر الحاجات دي كلها هقولها في خلال الشرح عشان انت لما تشعر لما تكون عارف يعني ايه العيوب والاخطاء الممكن الانسانية عافية تعال اولا انا تعرف يعني ايه تصنيف تصنيف الاراضي او تصنيف المباني آآ اول حاجة آآ تصنيف هو تعريفات كثيرة جدا زي جايس انت بتعرف جايس فيه تعريفات كدير جايس نفس الحكاة فيه تعريفات كتير جدا للانديوز لاندي كوفر ايه هي تعريفات كتير للانديوز لاندي كوفر عندنا واحد اللي هي عملية رصد التغير في استخدام الاراضي آآ آآ او تخصيص وحدات البكسل البكسل اللي موجودة دي كل بكسل متشابه في بتاعتها في قيمة بتاعتها لان الصورة هي عبارة عن مصفوفة والمصفوفة دي عبارة عن بكسلات والبكسلات دي نفعل بها آآ قيمة اللي هي بقول لك على الاسبكتر بتاعتها كل فيتشور. ازان المصفوفة دي هي عبارة عن تخصيص وحدات البكسل في الصورة الفئات او فئات. يعني انت بتمسك كل بكسل متشابهة. يعني مسلا من خمسين لاربعين يبقى البكسل دي مسلا هنقول عليها آآ شجر مسلا من عشرة لصفر دمائية مسلا. من عشرة لخمستاشر دي وهكذا كل لما زادت قيمة او قيمة البكسل او اللي هي موجودة في الصورة. كل الصور بتاعتنا كل الصور. حتى الصور الحديثة اللي انت تدخلها بالكاميرا بتاعتك كلها الموبايل كلها يعني آآ آآ اللي هي ارقام اللي هي ارقام. كل قيمة لها قيمة بتاعتها هي قيمة بتاعتها على واجهك او على المهم. انت تاخد او الالجوريس بيجمع كل الارقام متقاربة دين ويعملها في في فئة او في كلاس. اربعين لعشرين يخلهم كلاس ويدي وانت وانت بقى عرفتهم في البداية في الترينيج على ايه مية مسلا? اوكي هو هيسمها لك مية وهكزا. في ناس تانية بتسمي تصنيف وعملية تخريط او رسمي الارقام الارقام اللي هي البيكسل اللي في خبية البيكسل. الى الرموس والوان. المسلا الاشجار باللون لاغضر. المسلا البنايات باللون البوني او هكزا. المية باللون لازرق. ما هي المناطق مسلا اللي ممكن هيحولها لك الى اللي هي اللي هي في قلب الصورة ده هيحولها لك لآآآ فيتشارز. مين هي الفيتشارز? ازا بقلت قبل كده هي البيانات اللي حدو انت بتعمل عملية يبقى المناطق المبنية بمباني البلد البلد او او مسلا الغطاء النباتي. ماشي? التربة البيرلاند. ايه مسلا الناطق الصخرية اللي كل الكلام ده اولا السحاب الكلاوتس يلازم تشيلها من الصورة. الشادو بتاع المباني اللي قف في منطقة في ابرار كتيرة دي من ضمن المشاكل اللي انت بتقابلك وتبقى بالكلاسفكيش. الشادو. الزل بتاع الشجرة الزل بتاع البناية الزل بتاع البورج دو ان الالجوريزم بيعرفه غلط. بيعرف عنه بيعرف عنه مية. لان في الزل اللي هو الظلمة ده او واطي ومشابه بتاع المية. فبيعرف لك عنها ووتر. وده خطأ فعملت التصنيف لازم تاخد بالك منه. طيب واحد تاني يقولك يعني ايه لنديوز? ايه هي اللي هي المستعمرات او المناطق المبنية او السكنية. ايه تاني الاندوستر الاريا. دي لانديوز. المسلا المسلا المنطقة اللي بتكون فيها زراعات دي لانديوز. طب ايه هو الانديكاور? الويتلاند. المناطق الراطبة المناطق اللي فيها مستنقعات. ايه تاني الفورست. لو بدخلش انسان في صنعها يعني. البرلاند. ايه مسلا نقول البيلو تشينيلز. كل ده اسمها الانديكاور. يبقى الانديوز هو الانسان اللي يستخدمها الانسان اللي عملها. والانديكاور هي الفيتشر الطبيعية. مسلا للمناطق البحيرات والحاجات دي لتكون المناطق الطبيعية. الانهار الجافة اللي في الاوضيع في الصحف. ده الفرق من اه عملية الانديكاور والانديوز دي الفيتشرز. طب نعيد التعريف تاني ونقول اني انت بتعمل عملية رصد التغيرات في استخدام الاراضي. اه دي عملية الايه? المفهوم اول انت بتعمل عملية للبيكسلز المتشابه في الصورة. انيوي هننتقل لموضوع تاني وهو ازاي بقى سيادتك انت بتعمل عملية تصنيف الصورة انك بتخصص وحدات البيكسل في الصورة لفقات او فقات الاهتمام بتاعتك في الصورة. اه وفلجيتاشن وفولجيتاشن ده ممكن تقسم الوالفيلد رايس ممكن نقول مسلا فيلد رايس وهكزا. البيلد اب اريا ممكن نقسمها ممكن نقول مسلا اندسترال اريا ممكن نقول رزيدينشال اريا ممكن نقول آآ مسلا كل دي بلد اب اريا. هكزا. والووتر ممكن تقسمها يعني تحت الفئة. ووتر ممكن واحد يعمل له يقول ايه مسلا يقول لك مسلا. ديب ووتر. ماشي? اللي هي الفاونتينز والكلام ده كله ممكن تتخلف تحت بنت. الساب كلاسفيكيشا بتاعت الوزر. كل دي اسمها الحاجات لازم بكون تيرميز لازم كنت سيتك عارفها قبل ان تخش على علاوات التصنيف الاراضي وتصنيف المباني وتصنيف اللي بسموها طيب لتصنيف مجموعة من البيانات الى الفئات او يعني البيانات مين هي البيانات? يعني ايه بيانات يعني آآ آآ الصور مرئيات فضائية. طب والمرئيات الفضائية دي عبارة عن ايه? عبارة عن مصفوفة من الارقام. طب والمصفوفة من الارقام دي يعني ايه? يعني بتاع الفيتشار انزا جراوند. الالترو بتاعة الشمس او بتاعة الرادار بتنزي مع الارض وبتاعة لوكات عملت طبيعية بقى عملت ريفليكشن لعشعة الشمس. بيلقاطها السنسور وبيديها الدي ايني فاليو. الموتر كل حاجات هشرحها في الجزء بتاع السبكتر السيجنيتشار. طيب انت دلوقتي يجب ان تكون العلاقة بين البيانات والفئات. البيانات مين هي? اللي هي اتفاقنا اللي هي الدي ايني اللي هي موجودة في الصورة. والفئات اللي هي اللي هي انت بتعمل الكلسفيكاشن. يجب تدريب الكمبيوتر. انت لازم تعلم الكمبيوتر تقوله ان دي لاندي يوز لاندي كوفر دي فيجيتيشن دي بلد اوب ايريا دي اندستر ايريا. التدريب هو مفتاح نجاح. عملية التدريب ده هنا هي الترينيج دي. اول خطو بتعملها في الكلسفيكاشن. هي عملية التدريب الترينيج او بتاعت البيكسلز. ولازم تكون وانت بتعمل مش اي حاجة. حقول لك دلوقتي زي ما. التدريب هو مفتاح عملية نجاح التصنيف. زي ما قلنا. في عملية التصنيف انت بتضرب الكمبيوتر معرفة العلاقة بين البيانات اللي هي او القيمة اللي في الصورة الفضائية او المرقية الفضائية. والفئات او الرتب. الفئات اللي هي الكلس. والرتب اللي هي الكلس اللي احنا هنتكلم عليها بجوما بعد. طب ايه تاني اه ممكن نعرفه من خلال عملية التلاسفيكاشن. اعتقد ان انت لو قلتلك مسلا هنفرز مسلا الفواكه. هنجيب الفواكه كلها بنانا على لونها. زي ما اي حد بيعمل بتفرز اي حاجة. بتفرز مسلا الفواكه البرتقان مع بعضه. المسلا التفاح مع بعضه. بتفرز مسلا الخضروات مسلا الخير مع بعضه. والجزر مع بعضه. طب انت بتستك بتفرز بنانا على ايه? بنانا على الكاراتيريا عندي. مين هي الكاراتيريا دي? الكاراتيريا دي هي اللون. الريحة. كل دي اسمها. اه 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 بتاعت الفيتشر. اتفاقنا? نفس الكلام ينطبق على الصورة الجوة. الصورة الامر صناعي اللي هي هي الحالة عندنا. اللي هي الدي اني فاليوم. اتفاقنا. طيب ماشي. دي في الحالة العادية اما في حال بلسه شارعنا فاننا نتعمل مع بيكسلات بيكسادي. اسفوها اللي هو المجنة. بيكسادينا عبارة عن قيام ريفليكشن. ليه نعكسات الموجودة الكهرومانات صحية اللي هي مين? طلع منين? طلع من الشمس. اقتضرها في الفيتشر. ارتد تاني الامر في الفضاء. دي عمل ايه لازم انا عارفينها? لو انت مش عارفها. لو سمحت ارجع الحلقات كتيرة انا عملها في هذه القناة. طيب اتفقنا بعد كده خلاص عارفنا يعني ايه فيتشر. عارفنا يعني ايه بيانات. عارفنا يعني ايه اه البيكسل يعني ايه الناكسات. تعال نشوفها موضوع موضوع يعني سبيكترال يعني ايه انت بسياد تجد الوقتي بتنزل اشعة الاكتروميونتك ويفز بتنزل على الفيتشر وبترتد لما بترتد ترتد ترتد قيمة بترتد قيمة يعني ايه يعني الاكتروميونتك ويفزي دي لو نزلت على مبنى المبنى ده المعمول من الخرصانة والخرصان دي لمفاهاش مية فبحص الهرفريكشن عالي جدا. وبتطلع تضرب الامر وتاخد قيمة عالية جدا لان بتاع عشر شمس عالية جدا فهتاخد متين متين اتنين وعشرين مية وتسعين وهكزا ازا هنا اول عامل بتاع بيتحكم في هنا هو طب تاني حاجة ممكن نقول بتاع الحبيبات بتاع المادة بتاع المادة مين هي المادة دي المادة مثلا تربة ممكن تكون المادة دي المسلا خرصانة بتاعت المبنى طب الخرصانة فيها مية فاش مية بتاعها عالي خلاص هتلاقيها واضحة لو كان الروف بتاع المبنى بيكون عبارة من مثلا من الجبس بيكون بيكون بتاعته عالية جدا بيكون في الصورة لونو برايت طب لو التربة فيها مية بتكون بتاع الكترون كانت تكفز عالي والرفليكشن قليل فحتبقى دارك او جري في الصورة يبقى ازا العامل يتحكم في بتاع التربة هو المية ايه تاني التكتشر بتاع بتاع التربة بتاع التربة بتاع التربة بتاع التربة بيكون كبير يعني لك ريفليكشن عالي بيكون صغية زي الطين يعني لك ريفليكشن قليل والدي اني فالو تكون قليلة وبالتالي هيبقى جري او لتل دارك اتفعنا يا شباب يبقى ما هي العامل التي تتحكم في اول عامل هو تاني عامل هو في حالة الصخورة بتكلم في حالة التربة في حالة الخرصانة لو انت بتكلم عن الرفليكشن بتاع الخضار او بتاع الخضروات او بتاع او بتاع المادة الخضرة الشجرة ايه هي العوامل اللي بتحكم اللي في الشجرة او في ورقة الشجرة بتتحكم في وبدأت حكم في شكل في الصورة. ايه هي العاملة تفعل الحاجات داية مهمة جدا. لو انت عايز تبقى تعرومة واحد في الشجرة او في الورقة او في النبات. الوجه عام. اتنين غير الماء ايه تاني? تاني عامل هو الكولوروفيل. ده لما يكون كولوروفيل كتير جدا عالي بهيلسي فيجتيشن. لما يكون مثلا كولوروفيل قليل يبقى او اللون بتاع الفيجتيشن ييلو او مثلا فاتح يبقى دوا على طول. كولوروفيل في قليل. ويكون مثلا يقول عليه مثلا ايه نبات مات انهيلسي او مثلا نبات دراي فيجتيشن. ليه? لانه فيش مهية مفيش كولوروفيل. نزان لما يزيدك كولوروفيل في الورقة. ولما يزيد الواتر كونتنت في الورقة بيديك في الانفرا ريت بيديك برايت ريت. لانه يكون الفيتشر او الشجرة في في الامج في في اللانسات او في مسلا في الواتيفر في السبوت. يكون دارك جميل جدا دارك. يتعرف ان دي الكوروروفيل عالي جدا. ايه تاني غير الكوروروفيل. السمك بتاع الورقة بيتحكم في. الثالث. الطول الورقة. هحجم الورقة. الورقة كبيرة جدا زي بتاع شجرة ايه مثلا. الموز بتكون. بتاعتها في الانفرد بتكون عالية. وبتظهر في صورة خضرة جميلة. ليه? لان الورقة ضخمة جدا. وكمية الكوروروفيل فيها عالية جدا. طب ايه اللي ممكن تظهر في صورة اخضر فاتح? جراس. جراس. لان الورقة بتاعت الجراس. بتاعت الحشاشة. بتاعت العشاب. بكون صغيرة. كمية الكوروروفيل فيها الصغيرة قليلة. كمية المايا فيها قليلة. وبنانا علي بيتلاقي. بتاعه عالي جدا. بيتلاقي اللون بتاعه بيكون اخضر فاتح. او في الانفرد بتتليه احمر فاتح. كنت دي عوامل خلي بالك منها. اه اللي لازم تعرفها. اللي هي بتتحكم كنترول. اه ما اسم في بتاعت اه في الصورة. بتاعت في الصورة او الفيتشر. اتفقنا. انت دلوقتي اه في هذه الحالة انت عرفت بقى ايه? الحاجة دي كلها. ما انت عرفت الخطوة اللي بعد كده بتروح عملية الترينينج. لكن انا قبل ما اروح لعملية الترينينج عشان اعلم الالجوريزم. ولما الالجوريزم يتعلم الالجوريزم ده قلة والقلة دي العمية. انت اللي بترشيده وانت المسك ايده وماشي بيه. لو ما تشوته في طريقة غلط. الالجوريزم خلاص وقع. وهيطلع لك الهكي وصير خطأ. والشو اللي كله هيطلعه وقتها هيدخل المية مع الشالو مع الشادو. هيدو دخل في بعضها اعطي بطه الكلاسفيكيشن الرديئة. ومش نتنفعش. انت اللي بتعمل الكلاسفيكيشن مساس. مسألتش نفسك السؤال ده. كرجل متخصص كهو راجل باحث او راجل دكتور بتعمل كلاسفيكش كان ليه? اعمل ايه بالالوان الجميلة اللي في الخريطة دي بعمل به ايه? ده مهم جدا. انت بتاع بتاع الراجل بتاع اللي هو مخطط اللي بيستعملها في الاماكن عشان يشوف اماكن جديد جدا. بيستعمل الخريطة دي انا عشان يشوف التوزيع. فين هعمل? هوسع المنطقة. المبانع. فين هوسع المنطقة تحت الزراعات في اي اتجاه? ايه تاني? اللي باخد الخريطة بتاع الانديوزيلان دي كوفر دي باستعملها في بعمل علاقة ما بينها وما بين ايه تاني? ما بين الميكوفية. المنطقة فيها زراعات كاسفة جدا. باشوف الووتر تيبل باخد بيانات من الووتر تيبل من الابار واشوف العلاقة ما بينهم. بلاقي العلاقة بتكون علاقة. لما يزيد المعدل لكساة الزراعات بتدقل الووتر تيبل ويزيد الملوحة بتاعة التربة. فبعرف مى هي العامل اصرت في نوعية وملوحة المياة جافية الفاها، الفا منطقة دي فيها زراعات كاسيفة يبعو الووتر تيبل هبط وفا امطار في الووتر تيبل يهبط اكتر وبالتالي لما الووتر تيبل يهبط هتلاقي التربة كلها هبطت وسبوب الواweisة ده يتكسر مشاكل كتيرة جدا مشاكل نتيجة ان انت بتعمل مزبوط بتطلع بعينات صح بتطلع تحليل صح بتتوقع صح بتوفر فلوس كتيرة جدا انه ما فيش مشاكل تحصل في المستقبل نرجع موضوع تاني انا بأكد في الحلقة دي على عايزك تكون فاهم عشان تكون العملية البحس العامة بالنسبة لك سهلة عملية بعد كده بتبقى سهلة بالزات عندي هنون زي ما تشايف في 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 عندي اربعة جرافز دول انا عايزك عايز ان نحكي مع بعض فيهم او نعمل لهزيه لو في امتهاء كويس الاربعة اه اه جرافز دول خلاص انت تقريبا ستين سبعين في المية بتكون فهمة aه التكنيك بتاع داتا. اه فعملت الرادار بتبقى القصة مختلفة النوعا ما شوية في المستقبل ان شاء الله هنتكلم على بتاعت الرادار بتبقى شكلها ايه. خلينا نشوف الفجر اللي احنا شايفين العولين يا رقم آل اه رقم واحد او على ايدي الشمال فوق. اه مديني بتاع بتاعت بتاعت اللي هي بتطلع الامر وبتنزل الارض وبتطلع الامر وبتطلع من الشمس وتنزل الارض وبعد تقضي المسار اللي احنا عارفينه. عندك اللي كلنا عارفين لازو تكون انت عارف سيادتك وعارف العلوم اعدادية او سيادتك من رجبيx و species sexual العلوم وف possibly الامر او ب業د المهم ومختصر الامر على ازال من النصر ولا يساعد ل någonting ليسر محوسة الممكن كانت افراد إنفريدي الطربي الصناع جدا ومحاولي تقعد الوزيفول اللي اعلم بمسلا الارج بي. الارج بي هو الار اس الانو العلاه والمان الرج بي البروشVES وال the one that is next yade اش عايز ادخل في التفاصيل كتيره. خلينا في الكارف ده او. الفيزابل الارجي بي. مثلا خدنا مثال هو الكراف اللي اخدر ده. مثلا في المسلا في في الجرين ايه تلك كروفيل عالي جدا او عالي تلاقي ايه تلاقي ايه ايه اخدر جميل. هو اخدر حلو جدا. وده اخدر دكن حلو يبقى. ايه تاني. ايه الكروفيل في عالي. ايه تالت ايه بقى المية فيها عالية نوعا ما. ده لا بيتزيد الريفليكشن ديك احمر. الريفليكشن تبقى لونه احمر داكن. طيب هنا هون في الفيزابل هنا في الكارف هنا. في الجرين دك الريفليكشن. المين? الكروفيل. المية. في الجرين. طب ماذا عن الريد? وماذا عن البلو? في يعني كلنا عارفين هنا القصة دي. يعني مثلا الاغدر بيدك نعكس في الاغدر هو في الازرق والاحمر بيمتص. ده في الارج بي او في الفايزابل. في في الانفارد في الانفارد في الانفارد. العامل اللي نقول لها لنقول طهلك قبلي كده اكل روفيل لنسبة اكل روفيل لنسبة سمك الورقة في النهر الفليكشن عالي جدا. اللونان عندك رفليش كان اقل. بتاع نشوف حاجات تانية في الاتموسفير في الاتموسفير. الاتموسفير. الاتموسفير فيها ايه? فيها غاز وفيها واتر. بيحصل هنا في ان بعض الويندوز اللي فيها اللي فيها لو فيها يبقى اللي هو بيكون موجود وفي مية مش هتقدر تنفذ الاشعة بتاعة الشمس. ده الاتموسفيريك. الجزء ده السيبك منه. اتفقنا في الانفرا ريد في الانفرا ريد في الانفرا ريد في الانفرا ريد في الجرين بيكون نوعا مقارة بالبلو ومقارة بالريد. في الفيزبل. تعشو في الفجر اللي جنبه والطربة كما قلت سابقا هناك عوامل بتتحكم في بتاعة التربة بتاعة السخور. ايه هي واحد المية اول حاجة في كل المية هي عدوة. شوف هنا نون الاس ام سي اللي هو السويل ميتشار كونتينت. شوف هنا اللح مرضا ايه. انت عارف خلاص. لو ريفليكشن صح مقارة بالازرق اللي فوق. هاي ريفليكشن يعني لو كونتينت زيرو. قيمة السويل ميتشار كونتينت زيرو. اللي يديك ريفليكشن عليه جدا فيش مي. واللي يقول له وسط يعني كام سبعة تاشر ما السنة هو خانستة عشر. ده بالرد بتاعها ده تمانية اربعين او تسعة وتلاتين. تمانية اربعين او تسعة وتلاتين ده كله ريفليكشن. انت دلوقتي الساعة اللي عايز تكتشف المنطقة دي مسلا الابليكشن هنا ايه مسلا انا عايز امشون اشوف هفي حاجة هنا ابليكشن مهمة جدا جدا ايه ما فيش حد يعرفه كتير فاطل معرفة اللي هو في بايب مدفونة بايب مية مسلا البلدية عايزة ده علي جدا لو انت عرفته يبقى انت راجل ممتاز البلديات بتدور على بتاعة 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 لو انت عرفت العلاقة من دي والطربة والكاركترستيك بتاعة التربة والكونتينت الووتر كنتينت الجاس كنتينت في التربة هتعرف فين اماكن بايب لازم بيقى فيها ليك ده عايزة واحد شاطر بياخد الفات طب تعال نشوف نهو المساهم بيتكسر هتلاقي في سبط كده في الساعة لو كانت هاي رزولوشن هتبان كويس لو كانت في هتحتاج عملية شوية منك يبقى انت هنا الابليكشن بتاع الووتر كنتينت ده مهمة جدا. نشل بالك منو والفهم كويس الجراف اللي انا وقتلك على ده. العمل التالت في هنا جراف اللي تحت الادك اليسار في هنا كتير في عندي كلاود في عندي في عندي جراس وانا اتكلمت على جراس اللي هو الاعشاب الجافة اتكلمت عليها. هكذا رأي رأي تاني. الهيلسي فيجي تيشن. والسنو التالج في كتير كده للتالج اللي هدراتي للتالج الكاب بتاع التالج في القطب الشمالي. وبتآكل دولة فيها تقار مناخ. في الدراسات كثيرة جدا شباب في جامعة الاوروبية شغال على سنو. بيعملوا التآكل بتاع التلج. طبقة التلج اللي فوق في القطب الشمالي. وفيه عباحث كتير ظهرت ان طبقة التلج بتتآكل كتير. طبقة تشغل فين? تشغل في الفار انفررد. اللي هي بتضعود الوافلينكس بتاعها. بتاع الفار الفار او الشورت ويف انفر ريد. تشغل على اسنو. طبقوا انتsek الاراضي على الاسنو عالي جدا. دي ال سنو عالي جدا. الاسنو بحيزه برايت في الفيزابل باند حيطلع السنو برايت بيلمع واضح جدا طيب بيبتدي ينزل بالتدريج عند الشورت انفراريد عند 1.4 عند 1.6 ينزل المية اللي هي في الكلاود اللي هي في السنو زادت جدا في عاملة كارف نزل تحت خالص 1.8 حصل رفليكشن اعلى في السنو اذا ايه اللي خلي الكارف الاحمر ده تغير من الفيزابل والنير انفراريد فجأة نزل وهيبت لي الشورت انفراريد والفار انفراريد اللي بتحكم هنا تصمك التلج في الحتة دي اللي انت شايفها دي سمك التلج كبير جدا بيدك لاو رفليكشن عند 1.4 و 1.6 هنا في مكان تاني سمك التلج تغير هنا في في الشورت انفراريد تعمل رفليكشن قليل شوية اللي تاني اذا ايه اللي خلاص كزاك كده التغير الفارييشن في سمك التلج والفارييشن بالتالج في كتلة المية اتفقنا وايه العامل بتغير من الفيزابل الى الانفراريد يبقى عدو الانفراريد هو المية اللي انت شايف بس شكل ده في الكارف بتاع السنو نروح للليسود اللي هو العالي ده مين اللي هو الكلاود الكلاود هنا في الفيزابل والنير انفراريد علي جدا ليه كمية غازات عالية جدا. في مية? لا ما فيش مية هنا. فيش وطر فيبر. لو في وطر فيبر حيمتص الالكترميتكويس حيبيعمل لك هنا عند وان بوينت فور وان بوينت سيكس. حصل دروب في الكارف يبقى في وطر كونتنت هنا في الكلاود في السحابة يعني منطق فيها احتمال يكون فيها مطرة. راح تغير في بعد بعد شوية عند ويعمل رفليكشن عالي. اذا التغيرات اللي بتحصل في الكارف بتحصل في الشورت انفررد. يبقى انت لو بتجي تشغل على النير انفررد شغل على النير انفررد اللي هي باند فور وباند فايف دول احسن باندات تشغل اليوم في الكل ابليكشينات. بعد كده شوية بتروح على الباند سيفن في اللاندسات مثلا. العشار بقى على السيرمال باند في ابليكشيفك راح الكلمة اللي عندنا اه بعد كده في المستقبل نتكلم على السيرمال باند لو انتو عندوك استفسار بالنسبة بتاعته قليل جدا انا ما استعملتوش ولكن استعماله سهل نوعا ما اللي هو في ابليكشينج جميل جدا طيلة اللي اسمها اسمه الهوت اي اه 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 اي ازوليشن في المناطق اللي بيكون مساكن فيها كتيرة. في قدي ابليكشين كويس موجود الان. الوقت ما شغلش هنا عالبي ابليكشينجها لكن شايفوا انه هو اه شغل كويس اللي هو فيه جامعة كتيرة بتطلب الابليكشن ده الناس عندها خبرة بتاعه. المناطق المنعزلة الجزر المنعزلة بتاعت وده بيبقى عشان يعرفوا كسافة السكانية في المنطقة دي. كم عدد السكان في هزي المنطقة من الحرارة اللي بتطلع. الثيرما في الثيرما البند. مشكلة الثيرما البند اللي هي الكورس. اه ستين متر البيكسل بتاعته وفي كل الرفليكشن بتاعه مش يفيش هنا في الثيرما البند في ارجع للحلقات السابقة وبتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. نرجع عليه نروح على المسلا خد عندك اللغضر هنا في الكرف اللي تحت على يدك اليسار نفس البيهيف بتاع كرف في الفجر اللي فوق. مين اللي الصفر ده? لغة دراي. في الدراي يبتدي يزيد الرفليكشن ووصل على الانفرشوفت هنا هوا كان العوتر تيبل هنا قليل في الانفررد في الرفليكشن عالي في الانفررد يديك الرفليكشن نوعا ما بيبتدي ينزل تاني في الشورت انفررد بيبتدي ينزل ليلا وفيش مياه. نقل على التربة نوع التربة. اه فيه تربة هنا ممكن تلاقي فيها حديد ككونتينت مسلا. افكتد سايل ايرون افكتد سايل. فيه تربة اورجانيك تربة عضوية تربة حديدية فيها حديد مسلا فيها بتاع التربة المادة اللاحمة حديد المادة اللاحمة اورجانيك المادة اللاحمة اللي هي بتكون عبارة عن كاربونيت اللي هي مأجير مادة جيرية في التربة مادة جيرية مادة حديدية في التربة مادة مثلا والارجانيك مادة عضوية في التربان. مين اكتر واحد انا هتعمل هي الكربونيت اللي هي الصفرة. ليه? انت تقول. واحد اللون اتنين اللون ايه? الكربونيت الجبس الكربونيت اللي هو الكالسيوم الكربونيت. اتحكم الكيميكال كومبوزيشن. يبقى ده عام الرابع. كيميكال كومبوزيشن بتكشر الووتر كونتينت. بيتحكم منها بتاعت الطربة. يبقى انت هنا لازم تكون عندك فكرة موضو ده. مين الاقل شوية? الورجانيك. الورجانيك ماتر. ده بيكون الريفليكشن قليل مين? اقل الواحد بقى لانه فيه 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 في الايرون الريفليكشن بتاعها. بيكون قليل نوعا ما. ليه? لان الحديد بيمتص الالكتروميونيتك ويبس. يعني انت الروف بتاع البناية لو فيه حديد او فيه مش جبس او انت حطت حديد روف مثلا بتاع اا منتص نوعية مثلا. الروف بتاعها من الصفيح. ماشي? والصفيح ده لونه دارك. وروف تاني جنبه بتاع برضو في منتص نوعية بتاع اا شابرة مثلا من الجبس. هتلاقي بتاع الجبس برايت في الصورة. الريفليكشن عليه جدا. بالحديد اللي جنبه هتلاقي الروفليكشن لان الحديد او الصفيح عمل الناكسات قليلة حاجة اسمها اللي هو بيسموها على. اللهم صلاة سيدنا الحمد فيها عملتش زوز في الريفليكشن في حالة الصفيح. في جزء بيمتص في الانفرارد الحديد بيمتص في الانفرارد باند. بيمتص الانفرارد باند. يعني هتلاقي اا دارك نوعا ما مقالطا بالكربونيت. الكربونيتك هو جبس. وكل السدخات على طول الخليج العربي. مجرد ما تضرب عينك في الصورة تلاقي كلها برايت. ليه? لان كلها عملح كلها جير كلها جبس. فالسبيكتر السيجنيشر فياري برايت. واضحة جدا. اي متخصص. مجرد ما يدرب عينوه في الصخورة او الطربة يعرف ايضا فيه كمية جير هنا فيه كمية متبخرات هنا عليها جدا. بتعمل عمية زي المراية بيسموها الميرور. ميرور ريفليكشن. زي بتاعكس كمية هائلة وتعمل منها كسدغة. ممكن تعمل في الصورة. وفيه كمية املاحة عالية جدا. تفانيه يا شباب. والسمك بتاع الطربة اللي هو فيه طرق طين كتير بيتحكى مراخر. الاسبيكتر السيجنيشر. لو انت هو راجل جيولوجيا متخصص و بتعمل على بتاع الجيولوجيا مثلا. هتلاقي مثلا الالوفيان بلين. الالوفيان بلين الكل بتاعتها بتكون كورس. بتكون حجم الحبابات كبير. زلط و حصر كبير وكام؟ بيديك الريفليكشن في الوادي. في السيدمنس في الوادي بيكون عالية. لما تروح على منطقة مثلا حصل فيها ان الريفر جيري و رح مراخر سبطين بعيد. هتلاقي السيجنيشر دارك. دي خلي بالك من الحاجات دي كلها. في هذه النقطة. احنا اتكلمنا على بالتفصيلة الوقتين. اعتقد ان انت فهمت كده. في استفسار. ممكن نتكلم عليه. آآ في الحلقة القادمة ان شاء الله. الان اتوقف. مش هستطول عليكم ان الحلقة طويلة جدا. الكلام كتير. بس اتمنى اكون فهمتم. وآآ يعني يعني تصنيف. مقناة عملية التصنيف. ممكن في قبل ما اخلص اقول مسلا. ايه هي انوع التصنيف? واحد يسألني. فيه انوعين شائعين. اللي هم والسوبرفايزد كلاسيكيشن. السوبرفايزد كلاسيكيشن يا شباب. انت بتعلم اللي احنا بتكلم عليها من بداية الحلقة. بتعلم الالجوريزم. ان ده الفيتشر ده مين. الفيتشر ده. آآ مبنى الفيتشر ده بيتعلمه لانه المرتك الالجوريزم او المصنف يكون اعمى. لازم انت يتعلمه. وانت في نفس الوقت بالمنطقة. انت كراجل شغال بتعلم السنسيجاز. يكونوا عارف المنطقة دي انزلتها. وعارف المنطقة دي انفيها مباني وفيه ابروك فيها مسلا من النقطة الصنعية فيها. لو انت مزهرتهاش بس انت عارف بتشوف المنزر الفيتشر في الصورة تعرف وقول منطقة دي منطقة الصناعية. بتشوف المنطقة دي بتقول دي منطقة غابات بخبرتك. بتشوف المنطقة دي حتى لو مزهرتهاش. بتشوف المنطقة دي منطقة مثلا زراعات. بتعرفها من شكلها في الصورة. بتعرف الالجوريزم صح. طالما عرفته صح. يما دس متصنف مراقب. متصنف مراقب. المصنف له القدرة على تمييز البيانات او البيكسلات. مين اللي القدرة? مين اللي علاموا القدرة دي? انت. ويدرك العلاقة ما بينها البيانات الهاتف دي والفئات او رتبالية كلاسز والساب كلاسز. في التصنيف غير المراقب. سيادتك انت ما لكش علاقة بالموضوع. بيتاخد الصورة تدخلها في الالجوريزم والالجوريزم بياخد البيكسلات المتشابهة. عشر لعشرين. وقال لك دي بوتر. عشرين وطفق. هتلاقي الصورة ملعبطة. الصورة فيها ايرور كتيرة. غالبية ازا ما ارتدك الكاسفار او الالجوريزم اعمى. لو انت سبته على الصورة هيلغبط لك الدنيا. هتلاقي الاخطاء بالهاب المدخل المية مع مثلا المباني وراع مع 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 الصبخات. الصبخات معرفة على انها مباني والمباني معرفة على انها مباني اه والصبخات اللي جانبها معرفة على انها مباني. ده اسم فيها مصنفات كتيرة في الان في اي سوفتوير. ازا تصغر مراقب ما فيش حد يبستخدمه خالص. في بعض الناس اللي هي بالبرمجة ممكن تشتغل على ده محتاجة خبرة عالية جدا. ولكن غرابية الكلاسفارز الموجودة الان هي كلاسفارز سوبرفايز كلاسفيكيشن. انت في عملية الكلاسفيكيشن لازم تعمل ترين للالجوريزم. وانت يكون خبير في عملية الترين. وانت بتكون عندك فكرة على المنطقة دي انا عرفة كويس. عفوا. فيه تصنيف تالت بقى لناس متكلمتش عنه. ولكن تصنيف جزئي. يعني تصنيف مراكب جزئي. بارشالي. يعني عندما تتوفر معرومة المسبقة بالنسبة لبعض الفصول وليس لبعض الاخر. انت عارف منطقة دي ايه? زورتها بلاك كده. ولكن فيه منطقة جنبها بعيدة بنت جديد بعد كده. انت ما زورتهاش. ما زورتهاش مسلا المنطقة دي بنت السنة اللي فاتت وانت كنت في منطقة دي من سنتين تلاتة او من عشر سنين وما زورتش منطقة دي تاني فانت دلوقتي بتعمل بارشال كلاسفيكيشن. انت عاري عندك فكرة عن منطقة دي ازورتها بكده ولكن فيه منطقة جديدة تبنت جنبها انت بزورتهاش. دي زي من. بالنسبة لبعض التواريخ ولس لبعض التواريخ يعني بتكون تواريخ مختلفة في نفس سلسورة. منطقة اتعرفتها ومنطقة اما بعد كده تبنت جدا انت باترفع تاس بيسمه البارشال. وده ما فيش حد يستخدمه كتير اللي هو كومن كلاسيفار هو السوبرفايزة كلاسفيكيشن. احنا اتحدثنا كده بطريقة غير غير رسمية يعني بطريقة كحكاية وان شاء الله بازن الله بنتكلم بقى الحلقة القادمة بنتكلم على مكونات الخطوات بتاعة بتاعة تحتمل خط منطقة. اول حاجة بتعملها ايه البيانات. تاني حاجة بتاخدها الترينيج. تلات حاجة بتاخدها تلات حاجة بتاخدها البروسيسنج. تلاتة رابعة حاجة بتعمل البروسيسنج. مين هو الالجوزيزم المناسب منطقة? وبعد ما ما تخلص بتعمل ايه الاخراء. انت كل هذه حنتكلم معلوم الحلقات القادمة ان شاء الله. الان اتواقف السلام عليكم. برجال اشترك في القناة. وده زي اللي اعجاب. شكرا جزيلا.